في نهاية جلسة الحوار ترح رئيس الجمهورية ميشيل سليمان تصوره للاستراتيجية الدفاعية وبالتالي سلاح حزب الله التصور تضمن ثلاثة محاور تناول الاول المخاطر واهمها العدو الاسرائيلي والارهاب والسلاح المنتشر عشوائيا بين المواطنين والثاني مجابهة تلك المخاطر بتعزيز قدرات الدولة وانماء طاقاتها لمقاومة اي اعتداء على ارض الوطن اما الثالث فتمحور حول مرتكزات الاستراتيجية وابرز ما فيها البندو الثاني من الفقر دال الذي نص على ما حرفيته حتى تزويد الجيش بالقوة الملائمة للقيام بمهامه التوافق على الاطر والالية المناسبة لاستعمال سلاح المقاومة ولتحديد امرته والاقرار وضعه في تصرف الجيش المولج حصرا باستعمال عناصر القوة وذلك لدعمه في تنفيذ خططه العسكرية مع تأكيد ان عمل المقاومة لا يبدأ الا بعد الاحتلال وهذا كان مطلب اساسي من 14 ازار انه قرار السلم والحرب يكون بايد الدولة اللبنانية ولكن في هناك امر اخر بده بحث لانه كمان له بعد دستوري لانه نحن وقت المنفوط نسلم جدلا انه المقاومة موجودة كحالة مستقلة ولكنها تعمل بقرار من السلطة الشرعية اللبنانية وبامرة الجيش اللبناني وحتى انه تعمل عند الاحتلال منكون عم نقر حكما انه في حالة مستقلة اسم المقاومة وهذا الموضوع يتعارض كليا مع مقاربتنا نحن لمسأل استراتيجي الدفاع التصور ستناقشه كوراب عشر من اذار مليا ومطولا قبل ابداء الرأي فيه وان كانت هذه القوى تصف خطوة الرئيس بالجريئة هذه الرؤية هي نتيجة طرحات ورؤى عديدة قدمت من الافريقاء السياسيين جمعهم فخمت رئيس دمو رؤية واحدة انا بعتبر انه هذا العمل كان لابد انه يصير وحسنا فعل في خامة الرئيس وهذا طرح جريء وضع على طولة البحث امام كل اللبنانيين رؤية استراتيجية واليوم بيت كل الناس ملزمين مسؤولين لا يكون عندهم وجهة نظر او طرح او رأي بديل ما بقى فينا نقول احنا انه عم نحكي بالاوهام او كل طرف عم يحكي لوحده الاكيد ان التصور رئيس الجمهورية لا يلبط محاط فريقي الثامن والرابع عشر من اذار الا ان التصور شكل خطوة في مسار طويل قد يكون كلام النائب وليد جمبلاط اكثر من عبر عنه بوضوح